عزيزي هذه الجولة من الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي والتصدي لهذا العدوان الغاشم الذي تشنه دولة الاحتلال أحدث حالة وفرض حقائق لم تكن قائمة في كل جولات الصدام السابقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي من خلال عدواناته على الشعب الفلسطيني في عدة محددات النجاحات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية اليوم أحرجت الكل أحرجت الجميع أحرجت النظام العربي أحرجت جامعة الدول العربية حتى أحرجت النظام السياسي الفلسطيني الرسمي ولذلك كل هذه المكونات تحاول بكل جهد لكي توقف مسلسل هذه النجاحات وهذا الصمود الاسطوري الذي بات يلتف حوله المزاج العام الفلسطيني لأول مرة لأول مرة الداخل المحتل يتناغم مع قطعة غزة وينطفض في وجه الاحتلال القدس والمواطنية تنتفض في وجه الاحتلال الضفة الغربية بدت تتحرك في كل مدنها وتتجاوز حدود البيئة السياسية المفروضة عليها من قبل السلطة وبدت تصطدم مع الاحتلال الإسرائيلي الأردن المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني تخطى حدود الدرك الأردني واخترق الحدود ودخل إلى الأراضي المحتلة لكي يتناغم بعفوية وإرادة صلبة مع ما يجري من صمود أسطوري في قطاع غزة هذا المزاج العام يحرج الجميع الموضوع ليس له علاقة بشكل مباشر بما تمتلكه المقاوة الفلسطينية من قذائف صاروخية على أهميتها فيها